عايز اتوجه بخالص التعازي الى احد ولاد النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي احمد نبيل كوكا لعب خط وسط النادي الاهلي اللي بالتأكيد من اتقدم له بواجب التعازي وخالص التعازي الى احمد نبيل كوكا واسرته في وفاد والده المخفور له باذن الله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يمكن احمد بيمر بفترة صعبة جدا وفاة الوالد دي بالتأكيد بتبقى من الامور الصعبة جدا على اي بني ادم لخاصة ان والد احمد نبيل كان دايما متواجد في كل مباريات قطاع الناشئين في مدينة نصر يعني احمد من موليد 2001 وفي الفترة دي كان بيقود الفريق الكابتن شريف عبد الفضيل كنت دايما بشوف والد احمد نبيل كوكا متواجد في كل مباريات الاهلي موليد 2001 مساند بشكل كبير جدا لأحمد متواجد معاه في التدريبات في المباريات كان ليه دور كبير جدا مع احمد نبيل كوكا سواء في قطاع الناشئين او حتى بعد التصعيد للفريق الاول خالص التعازي لأحمد نبيل ولأسرة أحمد نبيل وربنا يرحم الوالد يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله النهاردة على فكرة كان فيه عدد كبير جدا من لعبي النادي الأهل المتواجدين مع أحمد نبيل كوكا في مراسم الجنازة كابتن خالد بيبو مدير الكورة محمود متولي محمود عبد المنعم كهربا كل اللاعبين مصطفى شبير أيضا كانوا متواجدين مع زميلهم في المواساة بالتأكيد والتواجد معه في مراسم العزاء وجنازة والد أحمد نبيل كوكا لنتمنى له بالتأكيد يعني أن يكون في الجنة بإذن الله إن شاء الله ويكون في مكان أحسن وزي ما نشايفين على الشاشة يمكن دي لقطات من أو صور من صلاة الجنازة النهاردة على والد أحمد نبيل كوكا وتواجد عدد من لعبي النادي الأهل